وصل رئيس مجلس الدولة الصيني لكوتشانج الى الفلبين امس الاربعة في مستهل زيارة رسمية الى الفلبين تهدف الى تعزيز قوة الدفع للعلاقة التنائية اقام الرئيس الفلبيني رودريغو دوتيرتي مراسم استقبال كبير في ساحة الرئاسة ترحيبا بزيارة رئيس مجلس الدولة الصيني لكوتشانج واستعرض قائد البلدين حرس الشرف حيث عزفت الفرقة العسكرية النشدين الوطنيين لكل البلدين وقام الحرس باطلاق تسعة عشر تلقى ترحيبا برئيس مجلس الدولة الصيني وبعد مراسم الاستقبال عقد الجانبان محادثات قال خلالها لكوتشان ان الصداقة بين الصين والفلبين تعود لتاريخ طويل وان التعاون الودي هو اهم ركائز هذه الصداقة مضيفا ان الحفاظ على حسن الجواري وصداقة يعود بالنفع على المصلحة الاساسية بين الصين والفلبين واتجاه الرأي العام السائد والاتجاه العام للتنمية في المنطقة وحجر الزاوية لتحقيق التنمية المشتركة هذا وقال لي ان الصين مساعدة لتنمية العلاقات مع الفلبين في الاتجاه الصحيح وتوطيد الصداقة وتعميق التعاون الثنائي من اجل تعزيز التقدم الصحي والمضطرد للعلاقات بين البلدين كما اشار لي الا ان المؤتمر الوطني التاسع عشر للحزب الشوعي الصيني الذي عقد في الشهر الماضي في بكين يعتبر مخططا للتنمية المستقبلية للصين بتوجيه افكار شيد جنبين الاشتراكية ذات الخصائص الصينية في العصر الجديد توفر مساحة واسعة للصين والفلبين في تعزيز مزاياهما التكملية وتوسيع التعاون العملي لتحقيق التنمية المشتركة واضف لي ان الصين مستعدة لبدل جهود مشتركة مع الفلبين للتعزيز التنمية المستدامة للعلاقات بين الصين ودول الاسيان من اجل ذقي قوة دائمة في الحفاظ على السلام والاستقرار في المنطقة ومن جانبه قال الرئيس الفلبيني رودريغو دوتيرتي ان زيارة رئيس مجلس الدولة الصينية للفلبين تعد اول زيارة رسمية تقوم بها رئاسة الحكومة الصينية بعد مرور عشر سنوات لذلك تتمتع هذه الزيارة باهمية كبرى كما اعرب دوتيرتي عن شكره لمساعدة الصين في بناء البنية التحتية الفلبينية والحفاظ على الامن القومي كما رحب بالشركات الصينية للاستثمار في الفلبين من اجل ان يتعلم الطرف الفلبيني من تجربة التنمية الصينية وتعزيز التعاون الثنائي في مختلف المجالات مثل مرافق النقل والاتصالات والزراعة واضاف دوتيرتي ان الجانب الفلبيني يرغب في لعب دور ايجابي في تمسيق العلاقات بين الصين ودور الاسيان وتعزيز تنمية العلاقات بين الطرفين وعقب المحادثات شهد الكهيتشيا ودوتيرتي على توقيع اكثر من عشر وثائق للتعاون الثنائي بين الصين والفلبين في مجالات البونيت التحتية والطاقة الانتاجية والتكنولوجيا والاقتصاد والمالية والعلوم الانسانية وغيرها من المجالات المتعددة